هيك يا بايدن هيك بعتني وهاجمتني وسبيتني أنا؟ آه آه؟ شارع لوراه وما وصل من معلومات عن اجتماع مغلق كان فيه بايدن قد شتم نتنياهو ووصفه بباد كما ورد وتتناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية أنا حكيت هيك؟ مش متذكر والله شكله طلع ابن ابن غفير معاه وانت معك ألزايمر أربع شهور من العدوان الإسرائيلي على غزة ثلاث أسابيع على قرارات محكمة العدل الدولية وإسرائيل لسه مستمرة على نفس الزخم من الإجرام قاتل، إبادة، قصف، سرقة، تجويع، تهديد، حصار، خطف، مجازر هذا غير الكذب والرأس والبياخة والزناخة على تيك توك وكل منصات التواصل الاجتماعي الملايين حول العالم لسه عم بيطالبوا الغرب أنه يتدخل ويتحرك لوقف الإبادة ووقف إطلاق النار اسمحوا لي أبشركم الغرب تدخل على رأسهم أمريكا أم الديمقراطية وبريطانيا أخت الديمقراطية شافوا اللي بتعملوا الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط وتحركوا راحوا ضربوا سوريا والعراق واليمن الله أكبر والله لو تحركوا سوريا لو تحركوا سوريا معي يا أمريكا أننا معاقزة معاقزة ليه 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 يا أمريكا وبريطانيا ليه ليه ضربتوا سوريا والعراق واليمن طبعا هذا سؤال استنكاري أنا بعرف الإجابة ضربتوهم كي حتى حرصا كي لا تتسع رقعة الحرب صح؟ بطرب بطرب كمان عايزة لحظة 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 قبل ما تسبوا أمريكا زي ما بايدن ساب نتنياهو وزي ما ابن ابن غفير ساب بايدن اسمحوا لي أبشركم كمان بشارة أمريكا أخيرا فرضت عقوبة على الاحتلال طبعا ولا شو مفاكرين؟ أم الديمقراطية شافة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط أتلت أكتر من 27 ألف شهيد فلسطيني ودمرت كل إشي وحرقت الأخضر واليابس وعملت مجاعة هكولهم ستوب؟ نتنياهو واقف عندك ستوب؟ بيبي كلم داون وراحوا فرضين عقوبة على أربع مستوطنين لحظة 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 قبل ما تسبوا أمريكا مثل ما بايدن ساب نتنياهو ومتل ما ابن ابن غفير ساب بايدن أكيد هذول الأربع مستوطنين هم عتات الإجرام هم أسانس الإبادة هم العقل المدبر هم الوش إجرام هم بكورة الإجرام صفوة الشر طربون حبق الصهيونية يلا إحكولي شو عملوا هذول المستوطنين؟ شو تهمتهم؟ أنا بقلك شو تهمهم شوية تكسير إزاز سيارات على اعتداء على مدنيين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين بالحجار على أعمال شغب قدت لاستشهاد فلسطيني الله يرحمه يعني رغم فزاعة أعمالهم بس هودي يعتبروا بعالم الصهاينة هوات طيب شو هي العقوبات اللي فرضتها أمريكا على هود الأربع مستوطنيين؟ اللي هي شايفتهم أنه الأكتر شار بين كل الاحتلال عقوبات عقوبات كلهم شجرتين عمتولي يون غابة عقوبتان واحدة مالية تجميد أي ممتلكات إلهم بأمريكا إذا عندهم ممتلكات بأمريكا والتانية منعهم من دخول أمريكا إذا فكروا يروحوا لهونيك عم تمزحوا أمريكا عم تمزحوا لأ ما بينفع هدا اسمه دلع مش عقوبات غلزوها شبيل للعقوبات أكتر من هيك مثلا إذا راحوا على ديزني لاند ممنوع يتصوروا مع ميكي ماوس أو إذا اشتروا هابي ميل ما بيطلع لن مع اللعبة أو إذا راحوا على هوليوود ممنوع مثلا يتصوروا حد نجمة مايكل جاكسون نحنا طبعا ما منقلل من خطورة الجرائم اللي ارتكبها هود المستوطنين والمفروض يتعاقبوا بس يا أمريكا هيدا كل اللي شفتيه من الجرائم الموثقة بفيديوهات شكلة وزارة الخارجية خلصت عندها باقة الانترنت؟ طيب أنا راح ساعد وزارة الخارجية الأمريكية ومعالي الوزير بلينكن لأ قبل ما تتحمسوا ما راح جددلكم باقة الانترنت ع حسابي راح خبركن عن بعض تصرفات المستوطنين في مستوطنين عم بيمنعوا وصول قوافل المساعدات الغذائية والعلاجية عن 2.300.000 فلسطينة بيحصرن الجوع والمرض شو عقبتن هودا يا أمريكا؟ شو عقوبة اللي بيستحقوها هودا؟ طيب شو عقوبة العنصري والزراء الأديان مثلا؟ لا 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 يا أمريكا لا جنينة رسمي تفرضي عقوبات على أربع مستوطنين مرة واحدة لا لا كتير هيك هلا بيتهموك بمعادات السامية مع أنك أنكل سام شخصيا إلا إذا سام من توكسيك ولاية التوكسيك الأمريكية خلاص بلعبا يعطي عيانك بلعاك مش بكفي بصور وأنا مريض؟ آه أنا مرشح للانتخابات نيكولاس خراس طيب خلونا نحكي جد أمريكا بما أني بعزك وبحبك وبعتبرك مثل بنتي وبما أنك داخل مجال العقوبات الجديد من أوسع أبوابه والمستقبل لسه كله قدامك وبما أنه قررتي أخيرا تعمل إلى آخرتك بدل ما تعمل إلى آخرتنا وتجيبي آخرتنا خليني أخبرك أحداث صارت هذا الأسبوع وتستحق العقوبة خبريني أمريكا شو عقوبة الجنود اللي بيلعبوا بالأكل وبرموا لبعض من بيوت الفلسطينيين العايشين مجاعة؟ شو عقوبتهم أمريكا؟ شو عقوبة الجنود اللي عم بقتلوا أغنام وأحصنة الشعب الفلسطيني؟ شو عقوبة قصف واستهداف المنظمات والوكالات الإنسانية؟ شو عقوبة إطلاق النار على العائدين لبيوتهم في شمال غزة؟ شو عقوبة إغتيال تسع فلسطينيين كل ساعة أكثر من نصهم أطفال؟ أمريكا جوبي طيب شو عقوبة هذا الإشي اللي راح تشوفيه هلأ اللي أنا مش قادر أوصفه بالكلمات؟ من بشعته؟ ها أمريكا ها حبيبي كلش على بعضك خبريني كيف راح تعقبيهم شو العقوبة؟ لا 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 أنت وازم تتعاقب على اللي أنا شفته هلأ لازم تتعاقب هادي خبيبي هادي خبيبي أنا كل يوم أعمل هيك خبيبي يعني انتهاك حقوق إنسان انتهاك اتفاقية جينيف للأسرة اعتقال مدنيين وتعذيبهم بدون معاكمة ولا تهمة أعتني إيدك أعتني خبيبي 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 هلأ راح يجي واحد يسأل سؤال منطقي باحترمه هدا السؤال ليش أمريكا سايبي إسرائيل والجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية ومراكزين لي مع كم من مستوطن متطرف راح أجاوبك لأنه سؤالك حلو لأنه أمريكا يا عزيزي بدها تحسسنا وتحسس المجتمع الغربي والشعب الغربي وشعبها إنه هاي المشاهد البشعة اللي بتشوفوها إسرائيل بريئة منها هاي حالات فردية بيعملها أكم من مستوطن متطرف اللي بتشوفوها هاد مو حقيقة إسرائيل أكم واحد متطرف هاي هي بكل بساطة يعني أمريكا مستحيل تعاقب إسرائيل لأنه هي اختصاص معاقبة أونروا ادخل أخبار دقيقة في دقيقة مساءكم مزيّن بألوان البطيخ بعدما وصف نتنياهو بأنه بـ الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى بيلفيو في واشنطن ويطلب من جو بايدن النزوحة إلى ساوث كارولينا البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة على البركة وفي سياق متصل ألقت السلطات الأمنية القبض على شبكة غسيل بركات بعد انتهاك الولايات المتحدة سيادتها في العراق وسوريا إيران تهدد بقصف شركة أمريكانا للمعلبات في باكستان بعد إطلاق قناص إسرائيلي النار على ثلاثة من الأغنام في خان يونس قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس لو كان عندك حيوان ما بتحميه بين عليكم ما بتحمي الحيوان بعد ثمانية شهور من الحبس الهند تطلق صراحة حمامة متهمة بالتجسس لصالح الصين خالدي هالخبر صد لا لا بتتخوط عليه أشياء والله عظيم صد حتى كاير هذي الحمامة كاير شو اسمك؟ حمامة هلال طيب شو عملوا معك حكيلي عزبوني حرموني من هدفي الوحيد في الحياة من اللي موصق على سيارتي؟ وصقت على سيارتي دوني مغسلها يا حيوان دوني مغسلها صوت كان معكم محمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة دوني مغسلها دوني مغسلها قالي تمت ظهور باكون هاك الهندي يا أخوي شكرا خالدي أثناء كتابة وتصوير هاي الحلقة طلعت أخبار إيجابية نتمنى تكون صح وتدخل حيز التنفيذ الأخبار بتقول أنه اقتربنا من اتفاق جديد لهدنة دائمة مستدامة وتبادل أسرة بين حماس وإسرائيل لكن في أخبار تانية بشعة وبتقول أنه إسرائيل مستمرة في عدوانها وبعد خان يونس رح تخش على الرفاح لا سمح الله كيف يعني يا نيكولاس؟ مش فاهمين؟ يا اجتياح جديد يا اتفاق جديد لأنه بايدن يقس من حسم إسرائيلي وبدو يعمل هدنة وبن غفير بدو يكمل بالعدوان لآخر نفس ونتنياهو يعاني محتار باللتنين محتار يعمل هدنة وليكمل عدوان محتار يسمع من مين؟ يرد على مين؟ بس أنا عارف نتنياهو بالنهاية حيرد عمين؟ بايدن؟ لا بن غفير؟ لا مين؟ مين يعني؟ سارة مرتو مسيطرة أعمل مجزرة لو شفت في يوم بايدن قال لا ما تجيبش الورا أيوة نام سيطرة لعبتي لها صبرة طول ما انت معي تمشي علىها ويتسمع من سرة ختاما مش بس المستوطنين المتطرفين اللي باستحقوا العقوبة ولا بس الإسرائيليين اللي باستحقوا العقوبة حتى مؤيدي إسرائيل ومناصري إسرائيل ومؤيدي صهيونية ومناصري صهيونية باستحقوا العقوبة ليه؟ شوفوا شو عم بيعملوا بالكوكب وما حدا قادر يهديهم ولا يهدهم ولا يوقفهم عند حدهم شوفوا باستحقوا العقوبة باستحقوا العقوبة باستحقوا العقوبة باستحقوا العقوبة إن итالية ليه؟ شكرا لك جاكارا بالاحتلال وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا مفتلكم عن هذا كلام عن هذا كلامنا الآن كما عندكم لو نعودكم دائما أترككم مع فيديو الأسبوع جاكارا بالاحتلال You've said today as you often say that you live in Singapore of what nation are you a citizen? في مرة جربت الأكل سنة في مرة جربت الأبر الصينية في مرة قدمت الشاي على صينية قولي تلفونك شنو هواوي شاومي أوبو أنا التشيرت هذا شريم من وين؟ من إيطاليا موش من الصين؟ بتعرف الحمامة الصينية؟ لا الرافيق كارلوس فينك من الثورة الثقافية يا راجل يا مهرب استنى 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 ايه ده عليك سيبريس؟ اوه علي مش هتصدق مين معايا الرافيق كارلوس يلا لنا لقاء آخر بظروف أحسن إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى